اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه على نهج مملكة البحرين الثابت في صيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق بما يكفل الأمن والطمأنين لجميع المواطنين وأعرب جلالته عن التزام المملكة بكفة المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي هي جزء أساسي من ثقافة البحرين وهويتها العربية وعقيدتها الإسلامية جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة في قصر الصافرية هذا اليوم أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي حيث رفعوا إلى جلالته تقرير المؤسسة لعام 2021 وخلال اللقاء أشهد جلالته حفظه الله بما تضمنه التقرير من إنجازات وأنشطة على المستويين المحلي والدولي والهدف إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان في المملكة والتعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية في إطار من الشفافية والوضوح للعمل على حماية وترسيخ حقوق الإنسان معربا رعاه الله عن تقديره للمنجزات الحقوقية القيمة التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان حتى أصبحت نموذجا رائدا في هذا المجال وذلك وفقا للمبادئ الحقوقية الواردة في مثاق العمل الوطني والدستور والقوانين والتشريعات ذات الصلة بالإضافة إلى السكوك والمعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها مملكة البحرين وأثنى جلالته على الدور الذي يطلع به مجلس المفوضين والأمالة العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما تؤديه المؤسسة من مهام ومسؤوليات من أجل تنمية حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ قيمها وتوعية المجتمع بها والإسهام في ضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية متمنيا جلالته للجميع دوام التوفيق في أداء مهمهم ورسالتهم الوطنية في صيانة مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر